نظارات ترقب وانتظار وأسئلة عديدة لا تفارق مخيلتهم لماذا نحن هنا؟ ومن هؤلاء الناس؟ ومتى سنعود إلى منازلنا؟ ضاقت بهم كل السبل وانتهت رحلة الهروب من الحرب إلى هذا المكان الصغير ليصبح المأوى لمعظم النازحين من أبناء محافظة الظالع نتيجة القتال المستمر في قراءهم بهذا النمط الجديد من الحياة وفي انتظار المساعدات المقدمة من المنظمات تحاول العائلات هنا أن تتأقلم مع الأوضاع وتعيش حياة طبيعية لكن ذلك ليس بالأمر السهل منظمة الهجرة الدولية قالت إن أكثر من 65 ألف شخص تركوا ديارهم منذ بداية العام الجاري وإن هذا الرغم بالطبع لا يشمل موجة النازحين الجدد الذين لا يعرف عددهم العديد من المباني والمدارس هنا في ريف الظالع تحولت إلى أماكن لإيواء العائلات حيث أصبحت مقتضة ولا تتسع للجميع بسبب أعداد النازحين الذين يتوافدون بشكل مستمر نتيجة بقاء الألغام في أحيائهم من مكان إلى آخر إذن تستمر موجات نزوح أبناء الظالع بحثا عن مأوى وخبز وماء وهي رحلة شاقة لا ملامح لانتهاء عذاباتها الطويلة